في الوقت الذي عرضت فيه الولايات المتحدة توفير حراسة للسفن التجارية التي اتمر عبر مضيق هرموس في مياه الخليج أعلنت إيران أنها زودت البحرية التابعة للحرس الثوري بطائرات مسيرة وصواريخ يبلغ مداها ألف كيلومتر خطوة إيرانية جاءت بعد مواقف أمريكية متتالية لتعزيز الحماية في منطقة الخليج ومراقبة الممرات المائية مع استمرار الممارسات الإيرانية ضد السفن هناك فهل هو تحرك إيراني للرد على خطط واشنطن بالمنطقة؟ للمزيد من المتابعة بالتحليل والنقاش معنا من واشنطن الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية دايفيد ديروش سيد ديروش مرحبا بك معنا كما تبعت في صدر هذا الخبر في الوقت الذي تعتزم فيه واشنطن نشر حراسة أمنية على الناقلات التجارية يبدو أن الجانب الإيراني يتسلح أكثر يعب موارده طاقاته ويتحصل على مسيرات وصواريخ يبلغ مدها ألف كيلو متر البحرية الإيرانية كيف نفهم مثل هذا التطور؟ أعتقد أن هناك أمرين أولاً الولايات المتحدة لم تعلن رسمياً عن تقديم تلك أو ذلك العرض هناك مصادر من البنتاجون قالت إنها تدرس الأمر أعتقد بأن الولايات المتحدة أو الإدارة هي تنظر في هذا الاحتمال وثانياً إيران وعلى مدى سنوات ادعت بأن لديها قدرات وطبعاً هي دائماً تقول بأنها يمكن أن تحرم أي دولة أجنبية من أن مثلاً تسيطر على المياه هناك وتعرق لكل الملاحة وطبعاً هم دائماً يقولون هذا الأمر ولكن إذا نظرنا إلى هذه القضية إيران نعم لديها صواريخ ولديها مسيرات وتربيتات ولديها ألغام ولكن هي فقط تنشرها بفعالية ضد السفن التجارية فقط وسبب فعاليتها لأن الولايات المتحدة طبعاً لأن هذه مثلاً الناقلة التي يستهدفونها ليست تابعة لنا ولكن بعرض أن يكون جنودنا هناك فهي فقط بمواجهة الإيرانيين وأيضاً إذا رأوا بأن الولايات المتحدة موجودة هناك فإيران ستفهم بأنه سيكون هناك رد عسكري أمريكي على أي عدوان محتمل إذن هذه هي الرسالة الواضحة وكما قلت إنها ليست رسمية الآن ولكن توجه واشنطن لتأمين السفن التجارية بحراسات أمنية وتعزيز قوتها هناك يعني طائرة F-16 F-35 وما إلى ذلك هل يبدو حلاً عملياً لمواجهة المعضلة الإيرانية؟ أعتقد أن هناك أمري إيران تقليدياً تعمل طبعاً على مسوى منخفض جداً وفعلهم لهذا لأنهم لا يريدون استفزاز الولايات المتحدة ففي آخر مرة واجه الولايات المتحدة كانت في 1988 وفي يوم واحد فقط البحرية الإيرانية لم تعد موجودة هناك تقارير بأنه بعد أن أسقطوا مسيارتنا في عهد ترامب بأنه كان هناك هجوم أيضاً ورئيس ترامب طبعاً ألغاه في آخر لحظة ولكن بما أنه لم يكن هناك أي هجوم آخر من إيران على مسياراتنا فهم يحاولون فعله الآن كما قلت هو أنهم يعملون على مستوى منخفض حتى لا يدعم الشعب الأمريكي التحرك العسكرية ضدهم مثلاً حين هاجموا نقلة النفط بالقبل الخرب من الفجيرة الإيرانيون قالوا إنهم لا يعرفون شيئاً عنها وأيضاً حين هجمت السفينة اليابانية كوكورا وضربها بألغام وكانت هناك صور عن الحرس الثوري الإيراني الذي حاول إخراج لغم من هناك وإيران نفت مسؤوليتها عن ذلك طبعاً لأنها تعرف أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الأمور ولكن لو قتل أمريكي مثلاً فالحسابات تتغير أعتقد أن ما تحاول الإدارة قوله للإيرانيين هو أننا نرى سلوككم السيئة ولكن سنغير حسابنا بطريقة يمكن أن نضربكم بها وطبعاً وبطريقة فضيعة جداً البحرية الإيرانية فعالة مثلاً عسكرياً فقط ضد السفن التجارية أما ضد مثلاً البحريات العسكرية لديها قدرات متطورة ولكنها ليست كافية لتتنافس ولكن لتفكير فقط بأن طهران تقول في وقت سابق بأن السفن التي تحتجزها في العادة ترتكب مخالفات متعلقة بالشحن لذلك يتم احتجاز مثل هذه الناقلات وليس لتوتير أو تصعيد الوضع في مياه الخليج إذن الأمر يتعلق بمخالفات ترتكبها هذه الناقلات وليس كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقرص وتحتجز وتعرقل النشاط البحري في هذه المنطقة هذه دعاية إيرانية كانت هناك سفينة احتجزت في الأسبوع الثلاثة الماضية والولايات المتحدة قالت بأنها كانت تهرب النفط الإيراني والولايات المتحدة والدول الأخرى في المنطقة طبعاً لم تتدخل هناك إحدى السفن التي احتجزتها إيران كانت تسفر من جبل علي إلى الفجيرة وتم احتجازها في المياه الدولية ولكنها كانت تذهب من ميناء إماراتي إلى ميناء إماراتي آخر أنا أريد أن يفهم مشاهدك بأن هذه الدعاية الإيرانية هي فقط للقول أو ليضعوا وجهاً بأنهم مثلاً يحترمون القانون فالنظام يقرر ما يريد أن يفعله وأن لا يفعله لا أعتقد أن الإيرانيين يصدقون هذه الأمور التي يقولونها وهم يفهمون بأنهم يريدون فقط تجنب أي مواجهة مع الغرب وهناك طبعاً كما قلت سفينة إيرانية تم استوقفها من قبل البحرية الأمريكية وتلك السفينة نعم كانت تنقل طبعاً أشياء غير مشروعة إذن كما قلت تلك المنطقة مكتدة بالسفن ومن الصعب تدخيق فيها كثيراً ولكن يمكن أن ننفي تماماً هذه الدعاية الإيرانية وأظن بأنها لا تخدم مصالح الدول الخليج عموماً والإمارات هذه نقطة واضحة ولكن بالعودة لدراسة الولايات المتحدة الأمريكية مسألة تأمين السفن التجارية هل تعتقد أن السفن التجارية ستلجأ للتأمين والذي قد يكون مكلفاً بالنسبة لها لا أعتقد أن الولايات هذا أحد الأمور المحيرة هنا نحن طبعاً لا نطلب من الناس أن يدفعوا لنا فنحن لسنا مرتزقة حين يتم نشرهم فقط لحماية المصالح الوطنية الأمريكية مثلاً كنت في البوسنة لإيقاف طبعاً المجازر ضد المسلمين هناك الولايات المتحدة لم ترسل مثلاً فاتورة إلى مكة أو إلى الدول الإسلامية لدفع ذلك لأننا فعلنا ذلك طواعية القضية الآن هي أن الجدل كما قلت هذا ليس عرضاً رسمياً هذه فقط قضية مدروسة بعض الناس يقولون معظم هذه السفن مسجلة في باناما وجزر المارشال وهي مسجلة هناك لتجنب مثلاً الالتزام بالقوانين الأمريكية ودفع مثلاً التكاليف للولايات المتحدة لتقوم بالحماية إذن لو أردتك السفن الحماية الأمريكية فمن الممكن القول بأنه ينبغي أن تسجل نفسها مع الولايات المتحدة أو أحد حلفائنا مثل دولة الإمارات أو السعودية وهذه ستكون قضية لو أصبح هذا العرض رسمياً والذي هو ليس كذلك الآن فأظن كما قلت بأنه فقط ربما لتحذير الإيرانيين بأنهم لا يمكنوا أن يعملوا بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية وأنه سيكون هناك رد عليها سيد دروش في الوقت اللافت في الوقت الذي تتجه في إيران إلى التهدئة مع دول الخليج تبادل السفراء نجد أن هناك شد وجذب بين طهران وواشنطن لماذا هذا التوجه نحو عسكرة الخليج في الوقت الذي فيه بوادر تهدئة؟ إنه سؤال وجيه ولكن هذا ربما مبني على وعود غير صادقة إيران فقط مثلا أجر التدريبات في الجزر الثلاثة تابعة للإمارات طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى وقاموا بمناورات عسكرية هناك وقالوا إن هذا فخر لدولتنا وجربوا أسلحة جديدة وحكومة طبعا أبو ظبي ترى تيكا تزر بأنها تابعة لها ورأينا أيضا استفزازات أخرى رأينا احتجازها لسفن ومن ضمنها كما قلتك التي كانت تنتقل بين جبل علي والفجيرة وبما أن إيران فتحت سفاراتها ربما الناس ربما في السعودية ربما رأوا إلى إقامة العلاقات بين السعودية وإيران بأن الدولتين حليفتان روسيا مثلا الصين وروسيا والولايات المتحدة لديهم سفراء ولكن هذا لا يعني بأننا حلفاء إذن هذا فقط قضية تقنية هذا لا يعني أنهم أصدقاء وهذا لا يعني أن إيران تريد الصداقة هدفهم العسكري لإيران هو الضمان السيطرة تماما على ما يسمونه بالخليج الفارسي ولتكون لهم الكلمة وليقرروا من يعبر ومن لا يعبر وإذا نظرنا إلى النشاطات العسكرية فلا يمكن استنتاج أي شيء آخر وهم ينظرون إلى المملكة المتحدة بأنها الحاجز الوحيد أمامهم ليبسطوا نفوذهم على ما يسمونه الخليج الفارسي دايفيد ديروش الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا